احنا يا سادة دايماً لازم نكون فاهمين ان الاحباط والتشاؤم ده من اكتر الاشياء اللي بتخلي نور الامان ينخفض في قلوبنا وبتخلي قلوبنا عندها نوع من انواع السواد اللي هو في الحقيقة في بعض الاحيانين نفس الامارة بالسوق بتخليه مبرر عندنا لازم نعرف ان الاحباط هو الانتاج الكامل للامر بالسوق من النفس اذا كنت انت عايش تشوف معنى كامل لي الامر بالسوق فهتشوفه في النفس وهي بتأمرك بانك انت مفيش فايدة وان اللي جاي اسوأ من اللي فات فالنفس بتعمل ايه بقى؟ تطمش بصرتك وتجعل الانسان لا يرى مدد الله الله سبحانه تعالى لطيف بعباده الله سبحانه تعالى خزائنه ملأة سحاء الليلة والنهار الله سبحانه تعالى هو ولي العباد ان ولي الله الذي نزل الكتاب اذا كل ده بينساء العبد ويعيش في حياة الاحباط ويعيش ان هو مش هيقدر يوصل لأي حاجة بيتمناه فتعمل النفس تجيب له غشاوة من الاحداث اللي هي قرتها وتتلو عليه من آيات الخبس وآيات السواد فتنطمس بصرته ويعيش في عالم ليس فيه سلطان إلا النفس الأمر بالسوق فتطمس بصرته وكمان اللي حاصل وتسرق منه نور النعمة اللي هو المفروض يشوف فيها الحياة ويبدأ الإنسان يشوف الدنيا مش من عند الله لأنه لو شف الدنيا من عند الله سيراها بعين من مدد الجميل إن الله جميل يحب الجمال إن الله كتب الإحسان على كل شيء الله سبحانه وتعالى يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة ينسى كل ده ويعيش المحبط كمان بسوء الظن في الله وسوء معرفة الله الله هو الودود الجميل الكريم ينسى كل ده ينسى إن الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده وينسى أن الله سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة ويعيش هو مع الحياة السوداء ويفضل يشوف فيها الأسوأ من كده إحنا عندنا مبدأ أساسي في العقيدة بينسى المحبط إيه هو؟ أن الله خالقه كل شيء وإن أفعالنا أفعال العباد مخلوقة كلها لله سبحانه وتعالى وإيه معنى ده؟ إن الأحداث اللي بتمر عليك في حياتك مش هي اللي بتصنع حياتك الأحداث اللي بتمر عليك حتى لو كانت أحداث سود حتى لو كانت أحداث سيئة ليس هي التي تصنع حياتك من الذي يصنع حياتك؟ الله خالقه كل شيء والله فعال لما يريد وعشان كده لازم تعرف إن تقول واحد يجي يقول لك والله الحياة ما بقاش فيها معجزات أنا هتفطل حياتي زي ما هي ومش هتتغير ولازم أستعد اللي هو أسوأ بنقول له لا المعجزة دي معجزة عليك أنت لكن عند الله إيه يا شاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز كم من المرات حسيت أن حياتك مش هتكتمل وحياتك استمرت دايما بقول لأحبابي كده كم من المرة كان أنفك لمس حائط الضياع وبعدين ما لقيتش حائط الضياع ده لقيت إيه لطف الله سبحانه وتعالى يبقى إذن أنت لازم تعرف ده وهينا بقى بيدخل مفهوم مهم لازم نعيشه بقى إن الإسلام جاء بالتسليم ومن أهم معاني التسليم ألا تيأس ليه لأنك إذا كنت مسلما سلمت الأمر لله بأن الله لا يعجزه شيء وإن معنى لا حول ولا قوة إلا بالله إن اللي جاي أفضل وإن حسن الظن مبرر حسن الظن في الله مبرر مبرر بإيه بأن الله على كل شيء قدير فحسن الظن مبرر مبرر بإيه بأن الله سبحانه وتعالى له صفات الجمال فاللي جاي بأن الله سبحانه وتعالى لطيف بأن الله سبحانه وتعالى كريم بأن الله سبحانه وتعالى ودود بأن الله سبحانه وتعالى رحيم بأن الله حفيظ اللي جاي أفضل أفضل ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى لطيف بعبادي ولزيك حضرة النبي كان يحب الفقل ويكره التشاؤم يكره التشاؤم ليه؟ لأن دوة نوع من أنواع الاستسلام خلي بالك التسليم لله والاستسلام بيبقى للنفس الأمارة بالسوء وتفضل النفس الأمارة بالسوء تدخلك وسعاد تضحك عليك وتدخلك أن الصراع ده بينك بين الشيطان وبين الله اللي هو بيسكن في التفاصيل ويسكن في الحياة فالشيطان يريد أن حياتي تفسد ومين اللي وراء الإصطة دي؟ نفسك الأمارة بالسوء اللي هي بتخليك ماذا؟ لا ترى مدد الله ولا ترى نعمة الله ولا ترى أن الله سبحانه وتعالى إذا مرت عليك الأحداث الشديدة فإن الله لا يريد أن يهعذبك ولكن يريد أن يهذبك كثير من الناس مدينين للأحداث الصعبة في حياتهم باستقلالهم في حياتهم كثير من الناس مدينين للأحداث الصعبة في حياتهم لرجلتهم كثير من الناس مدينين للأحداث الصعبة في حياتهم أن هي علمتهم الصدق ودخلوا في قوله تعالى رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فبقى صادق ما بقاش كاذب ما بقاش منافق ليه؟ لأن في الأحداث الشديدة تمسك بلا حول ولا قوة إلا بالله فوجد أبواب المحبة الربانية وصل إليها ومش بالضرورة أنه معنى أنه وجد أبواب المحبة الربانية أنه يحصل له ما يريد ولكن أن قلبه يبقى على يقين بأنه مع الله سبحانه وتعالى وكثير من الناس لما مشوا في حياتهم عرفوا أن الإحباط ده كان هو السد وكان هو الحجاب اللي بينهم بين الله فلما رفعوا الحجاب رأوا الله سبحانه وتعالى بحسن تدبيره وحسن وده ولذلك سألوني هل الإقبال على الله يحتاج إلى طريق طويل نقطعه؟ قلت لا بل يحتاجوا لحجاب عن قلبك ترفعه فإذا رفعت الحجاب وجدت الله أمامك النهاردة عايزين نرفع حجاب إيه؟ حجاب الإحباط وحجاب التشاؤم ولذلك لازم نعرف أن الإحباط والتشاؤم ده عمل زي الإدمان مخدر بتعطيه النفسي لك عشان تهرب من الحياة وده أحد أسديب وأحد ألعيب النفس وعشان نقدر نعالج ده لازم نعالج نفسنا بتجديد رئتي الجسد وتجديد القلب بجناحين هنحط جناحين ونملى القلب بعبادتين العبادة الأولى هي عبادة العمل بأمل وكمان العبادة التانية هو دوام العيش بالمدد بلا عدد فيبقى عندنا حاجتين الأمل وحب الحياة وينبرر الأمل أن الله لطيف بعباده وإيه؟ مبرر حب الحياة إن الحياة نعمة فعنجمزج ما بين الأمل وحب الحياة ونسير